اهلا بحضراتكم حساسية الفول السوداني واحدة من اهم كلمات البحث رواجن النهاردة على مواقع البحث المختلفة عبر الانترنت وده بسبب ان في بعض الاشخاص بدأ يظهر عليهم اعراض مرضية معينة زي الكحة مثلا والدكتور بيقول لهم ان دي حساسية الفول السوداني والحساسية الفول السودانية هي سببها تناول بعض الاطعمة المعينة اللي قد تسبب هذا النوع من الحساسية الفول السوداني من اكتر الاطعمة المسببة للحساسية بشكل عام وتشبه البروتينات الموجودة في الفول السوداني الموجودة في المقصرات علشان كده ممكن الاشخاص اللي عندهم حساسية من الفول السوداني يكون عندهم ايضا حساسية من المقصرات زي اللوز والجوز وكمان البندق والفوسدق والكاجو وغيرهم من ارواع المقصرات المختلفة عشان نقف تفاصيل اكتر عن حساسية الفول السوداني معانا دكتور مجدي نازيه عبر الهاتف علشان نكلم عن تفاصيل هذا المرض وكيفية الوقاية منه كل المعلومات اللي حضراتكم قد تحتاجوها اهلا بك يا دكتور ومناورنا في تفزيون النام السنة اهلا بحضرتك اهلا بك اهلا بك في المدائع عوزين حضرتك تكلمنا عن اعراض حساسية الفول السوداني هو اسمح لي وما مش حاجة معه حساسية الفول السوداني هي مرض اسم الفول السوداني اهلا بيبقى حساسية غزائية من جميع انواع الفول اهه خصوصا اللي هي بتتميز بفلقتين اهه يعني اي شيء يمكن ان ينقسم الى فلقتين متماسلتين بسيبن سميها مرض الففز سواء كان اي نوع من انواع الفول اهه او السمسم او اي نوع من انواع المكسرات اهه او الحمص او العدس او اي نوع من انواع البقول بواجه عام اه او البذور اللي هي ممكن تتسم لشاطرين متماسلين اهه في اسمها مرض اسمه الففز وده بيكون عبارة عن ان البنى ادم فيه تولد ناقص في جسمه انزيم اه المسؤول عن التعامل مع كل انواع هذه الارضية وبناء على الحل الوحيد ان الانسان يبتعد عن هذه الارضية يتجنب التعامل معها او استهلاكها لان جسمه مش هيعرف يتعامل معها او يخدمها بصورة امنة مما ينهر على الانسان اعراض عدم الارتياح تبدأ من عدم الارتياح وصولا في الارتفاع الى تكسير قراط الدم الحمراء ومن ثم البنى وعلشان كده بنقول لابد ان الطفل اذا بدر عليه اي مظهر من مظاهر بصورة مرحلة الفطام ابتدى يكل فول ابتدى يحصل سفيفه طبيض شوية ابتدى كذا او كذا على طول بنحلل تحليل معملي نعرف ان كان هو لديه حساسية الفافيزم او مرض الفافيز مولى لا وده بيكون ممنوع عنه تناول الكلام ده طول حياة طيب لو جينا نتكلم عن مدى انتشار هذا المرض هل الحساسية اللي من النوع دوت من الحساسية هل بيكون منتشرة بشكل كبير بين المواطنين لا هي مش منتشرة بشكل كبير انما هي ممكن يكون ديها بعد وراسي وهي قد تكون مربوطة بالجلس لانها بتظهر في البنات اكثر من السوبيان ولكن ده مش معناها انها مش موجودة في الاولاد الزجور لأ برضو موجودة بس في البنات نسبتها اعلى شوية ما هو السبب؟ العلوم والدراسات لسه لا بتوضح بعض طيب هل الحساسية دي بيتولد بيها الانسان ولا ممكن يصاب بيها خلال اي مرحلة من مراحل عياته؟ لا هو اصلا بيتولد بيها ولكن ممكن يكون الطفل مولود بنسبة بسيطة من الانزيم ده النسبة دي يا دوبك ممكن تكفيه خمس سنين او عشر سنين بعد ما بتستهلك بيبتدي يظهر المشكلة عنده نيجي نقول لا دا كان مولود كويس وهو اصاب على الكبر لا وهو اصلا مولود عنده للتعداد القوي لهذا الموضوع فهي بتبقى درجان في اللي مفتقر خالص للانزيم في اللي عنده سنة صغيرة في اللي عنده منسبة جديرة هل الحساسية دي ممكن تكون معادية سواء نهاية 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 خالص فقط ان البناء هذا ما بيقدر يتعامل اضميا وامنة مع البناء هل في امل مستقبلا او في الفترة حالية ابحاث بتجرى من اجل علاج هذه الامراض؟ الدراسات والمحوث عملت حاجات مزقلة المنطق بيقول ان دا صعب انما الحاجات الغريبة اللي الدراسات بتعملها والاكتشافات والتقنيات الحديثة قالت ان نسبة جلمة مستحيل ممكن تلغى من قاموس العلمي صحيح الله اعلم الله قادر انه هو يرحم الناس ذيك ويوجد لهم طريق كمتنفذ فيه دكتور مجد نزيه احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل المعلومات اللي بنتعاننا خلال التغطية شكرا جزيلا لتحضرتك ولكل استادى المستمعين بنشكرك مرة تانية اه دي كل التفاصيل والمعلومات المتعلقة بحساسية الفول السوداني زي ما هو متداول بين المواطنين ربما يكون لها اسم علم اخر كان معنا دكتور مجد نزيه استشاهد تفطيف الغذاء بالمعهد القوم اللي تغذية بنشكره مرة تانية ونشكركم وإلى اللقاء في تفضيات جديدة من تفزيون المستمع